اليوم مشاهدين الكرام تبر ذكرى جديدة لثورة 58 والتي على أثرها تم إسقاط النظام الملكي وقتل العائلة الملكية وهناك من يحتفل بهذه الذكرى وهناك من يعتبرها البداية لمسلسل العنف واستخدام القوة المفرطة حتى هذه اللحظة أدى تاريخ من نقعد نقرأ ونصف علية نتعجب منه وفي بعض الأحيان يولد لدينا تساؤلات مريرة لماذا كل هذا يحصل ويبقى ويستمر حتى هذه اللحظات القاسميون قتلوا العائلة المالكة البعثيون قتلوا القاسميون البعثيون انقلبوا على ما قبلهم واخذوا السلطة الأمريكان قتلوا البعثيون الإسلاميون ومن معهم في السلطة قتلوا المتظاهرين والنظام الجديد ينتظر من يقتله هذه الصورة تجذرت واستمرت لسنوات طويلة إلى الحد الذي صرنا أن نعتقد ونؤمن أن كل نظام في العراق ينتهي لا بد أن تكون نهايته مريرة وتنتهي بالقتل وهذا منظر الدم الذي يخيم على العراق طيلة هذه الحقوبات التاريخية يدعونا أن نتساءل أين تكمن هذا العلل لماذا هذا المشهد ما زال مستمرا ولماذا القوى والأحزاب لا تصلوا إلى السلطة وصولا منطقيا وبآليات يحترمها الناس حتى في هذا الزمن الذي يتحدثون به عن الديمقراطية الآخرين يصلون عندما يقصون خصومهم أو يستخدمون القوة ويستخدمون المال السياسي القذر ويستخدمون نفوذهم ويتكئون على أسلحتهم هل الشعب العراقي فعلا يستحق أن يحكم بهذه الطريقة ولماذا رجالات العراق دائما أيديهم على الزناد لو يخليه دبلقى صيبوق ترجمة نانسي قنقر